كل ما يهمكم على أمواج كاب غاديو حانا معكم دائما عبر أمواج دعات كاب غاديو من تنجو برنامج المغرب هذا المغرب بلد تسامح مستمع الكرام هذه معطيات ودي أمور مسلم بها على المستوى العالمي المغرب بلاد الحضارة بلاد الاستقبال وبلاد الانفتاح هذا علاج حانا مغاربة لأنه عندنا وحد النسبة وحد المنسوب للتسامح كبير بالزاف عبر العصور وعبر الحقب وعبر الأزمينة اليوم كنا صور جميلة جدا للاشتغال المدني لتكريس ثقافة التسامح في المجتمع المغربي معنا مشكور السيد محمد عبيدو رئيس المركز المغربي للتسامح وحوار الأديان سعبيدو أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك سيدة صوفية أهلا بكل مستمعي ومستمعات إدارة كاب راديو سعبيدو كيفاش ممكن وصلوا للناس أنه فعلا المغرب بلد التسامح وبلد حوار الأديان المملكة المغربية نعم وبلدنا الحبيبة أرض التسامح وتعايش منذ أن وجد الإنسان على عاجل أرض الحبيبة المغرب تعاقبت عليه حضارات إنسانية من مختلف الديانات والمعتقدات المغرب بطبيعته بتركيبته بحكم موقعه الزغرافي بحكم حتى تركيبته البشرية وإنسانيته هو أرض التسامح والتهايش بمتياز هذا شيء كنت سمعوه وكنتشوفه في مناسبته ولكن كيفاش اللامسوه على المستوى الواقع عسي عبيدو أنت من خلال اللقاءة تدريك المتعددة مع الكثير من الأطياف في العالم كامل شنو كيوصلك من فهم بالنسبة لهم وكيفاش هما فعلا مؤمنين بأن المغرب بلد التسامح واللقاءة لك تعملوا يخير دليل على أنه كين هذا المعطى على المستوى العالمي وناس مقتنعين به المغربي بالفطرة هو شخص متسامح الإنسان المغربي المواطن المغربي طبعا هذا عنده إشعاع وعنده يعني على المستوى الدولي بحيث المفهول الحسن الثاني كان على مغاربة ومصفراء صفراء يعني لأينما كانوا مغاربة فهم متواجدين في كل بقاء العالم المغاربة فهم صفراء المغاربة لنشر هذه القياة للسلام والتسامح في كل بقاء العالم وفي إطار كذلك علاقة المغاربة التي نسجوها مع هؤلاء المختلف الشعوب في كل بقاء العالم يعني هم يتواجد صورة وانطباع على بلدهم الأصل على بلد المغرب أن المغرب بلده تسامح وبلده تتعايش بالفطرة يعني الإنسان المواطن المغربي هذه معروفة تاريخيا واندلها شيئا بحكم التجربة والعلاقات التي نسجناها مع عدد من القيادات الدينية على المستوى عالمي من الديانات الإبراهيمي الثلاثة من يهود مسيحيين يعني ومسلمين ثم كذلك حتى من المعتقدات الأخرى يعني من الهندوس يعرفون المغرب ويعرفون المواطنين المغاربة هو المغاربة هو شعب يعني بالفطرة متسامح نعم هذا جميل ومن مظاهر تسامح يمكن أن نركزوش على بشكل كبير السعبي هو أنه كانت خيلوا أن المغربة تسامح ديالهم فقط كيمشيل الدفاة الأخرى الدفاة الغربية فيها أديان مختلفة علينا ولكن ما كنشوفوش العمق الإفريقي اللي احنا فيه متسامحين متقبلي الاختلاف كانت دول مسلمة بحنة كانت دول غير مسلمة ولكن كانت قبلوا بعضنا البعض ويوم يكلم المغرب ومن البلدان الجمال الإفريقي اللي عندها صدر رح بالاستقبال هذا الاختلاف وهذا التنوع الإفريقي اللي حاضر بشدة وكي تعتبر واحد الرهان مغربي بامتياز المغرب يمقواتي أخت صوفيار يعني بحكم موقع الغرافية بحكم تاريخه وملاك آمن إخواننا الأفارقة وحتى الأوروبيين وحتى إخواننا اليهود لحدثنا من هجراء في عدة مراحل تاريخية من أوروبا إلى المغرب حتى الإسلام يعني لما نفاتحين المغرب جاءوا فارغين من المشرك إلى المغرب لمشه الإسلام يعني بالتاريخ هذا المغرب يعني بلادنا بحكم موقعها الغرافية وتاريخها في تعايش الأرض وملاد آمن لكل المطهدين في كل عالم وترين يعني في كل بكاء العالم ما يتعرض للمهاجرون ومهاجرون يعني من منطهاد من منتعديل منتعديل تلقى المغرب بتقاطة المتسامحة بكرم بجوضهم يستقبلون أخوان الأفارقة وغيرهم في بيوتهم ويقدمون وكل الدعم نفسي والمساعدات الإنسانية والخير إلى غير فهذه المسينات المغاربة تاريخيا والحمد لله نعم الآن في 2024 ساعد يتو ما زال هذا التسامح يترجم كيف ما قلنا بلقاءات باجتماعات بندوات بحضور مغربي والبعد الديني حاضر جدا كآلية لتعزيز هذا التسامح كيف ما قلنا كل عمق الإفريقي كان الرابطة الدينية اللي كان المغرب مع الكثير من دول إفريقية كان على سبيل المثال الحصر كان سينيغال كان مالي كان نيجيريا حاضرين في المغاربة من خلال زاوية تيجانية ومن خلال طواقف أخرى اللي هي دينية أو طائفات مش طواقف عفوا فهذا الأمر يسر أو يتبت بشكل من الأشكال التسامح في المغرب لكن ما كان نسوش أن المغاربة وصلت سيت دينهم بتسامح دينهم إلى آسيا مثلا كان نشوفه في كثير من مواسم الدينية عندنا في المغرب حضور آسيويين مسلمين حضور لهوازين كيفش ممكن يعني انتحدثتوا على هذا البعد الديني وفعلقته بالتسامح عبر القارات سعبد المغرب بلد الإسلامي ولكن التبين المغرب يعني هو تبين كما تقتلت وتحكبت عن طريقة تجنية والطرق الأخرى اللي تبين بالتصوف والتصوف معرفة التصوف أشخاص متسامحين يعني وحتى التصوف المغربي لهو انتشار وباع في إفريقيا وفي أسيا وكل ذلك يعني الطرق الصفية المغربي التي منبعها من المغرب داعت سيطوها وانتحدث عن التجانية والشادلية وما تبحر عنها بالتالي فهناك حضور للتصوف المغربي يعني في إفريقيا ونحن مغاربة وأجدادنا المشايخ الصوفية والتجار المغاربة نصروا الإسلام في إفريقيا بالتصوف بالسلام بالمحبة بالمعاملة الطيبة تلفاها لما تشوف الأفارقة والارتباط الأفارقة ببلادنا ومؤسسة إمارك الأممين فلاه الشرعية تاريخية ودينية لها جدور عريقة في الزم الثالثة أعتقد أن مسألة تسامح والدين الإسلامي هو الدين تسامح فأعتقد أن لبلادنا الحمد لله كانت دائما منارة للتسامح والسلام في كل بكال العالم سنقف لحظة معينة سي محمد عبيدو رئيس المركز المغربي التسامح وحوار الأديان للحظة سنأخذ فاصل إشارين ونرجع مباشرة لتتمت حلقة مباشرة من برنامجكم المغرب هذا تاريخ حاضر ومستقبل أرسنا مرفوع بالبساطة والجود والكرم فينا مطبوع شكون يخفى عليه المغرب اللي جمر أحبابي واللي يمشأ الدم يعود ومسخين به المغرب هذا كل خميس مع ججونس ديالنهار مع صوفيا سعيدي على كاب راديو حاضر معنا دائما عبر أمواج داعة كاب راديو من تنجم محمد عبيدو رئيس المركز المغربي للتسامح وحوار الأديان أهلا وسهلا ضيفي الكريم أهلا أستاذ صوفيا أهلا مستمعي ومستمعات إلى الكثير عندنا رهانات للحفاظ على هد على هد القيمة الإنسانية الكبيرة السعبية وكيفاش ممكن فعلا لحسب العيش ديالك مع هد المعطة ديالتسامح والتقاء ديالك مع أديان وأجنس أخرى شنو هي الطرق والوسائل اللي ممكن نشتغلوا بها وعليها للمحافظ على هد القيمة الإنسانية الكبيرة من تجربة المواضعة المتواضعة نعم وهذه العلاقات الإنسانية الإنسانية مع مختلف القيادات الدنيا وشخصيات من ديالات ومعطاقات أخرى نختلف معهم في كثير الأمور ويجب توحدون إنسانية نعم فأعتقد أن لازم وهذا بدأت بلادنا الحمد للذها بدأت القيادات والتعليم الجاسية والصروف لما يخص مراجعة منعج التعليم يعني الدولة الطلابية ووزارة التعليم من خلال تركين الأطفال يعني قيم التسامح وعدم تكفير من يخالفون في الدين كذلك الدولة الطلابية كذلك المؤسسة الأخاذية الدولة المستمع المدني في حل العمل اللي كان قموا بإحنا كذلك دور السباب ودور الثقافة وكذلك بالنسبة للإعلام اللي عنده واحد ضراء أهام الدور للأسرة في البيت يعني الأب والأم لهم ضوور في التنشيات أبناء دينهم فيما يخص يعرفوا بهذه القيام للتسامح والتعايش وقلوا هالكيام الإنسان اللي كانت معنا وأن من يخالفهنا في الدين ليس كفيرا نعم هذه أمور لخص تربافنا وشتنشيات ديننا والمغرب الحمد لله كيادة ومؤسسة إمارة المؤمنين الضامنة للحرية الدينية وزاة يعني ما قال عوش سيدنا الضانصر في احتلقاءات أن سيدنا الضانصر أمير مؤمن لكل ديانات تحدي مع هذا المنطلق ومع هذا الفلسة في البرجوة للعظيم سيدنا ونصره يجب أن نكون في المستوى لهذا لذلك لأننا لا أريد أن نكون في المسافة الدول المتقلة بمسافة لأن لأسف مناج تعليمي وشيلي تعلمنا وكذا في مراحل مؤينة كلا يرقل هالطموحات والشيلي اللي بغير سيدنا منصره وأثمن أثمن 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 وأكيد أن كل المواطنين ومواطنات تتقطعوا معنا وكذلك هذا الأمر الذي خصنا نستغل على تكون بلدنا دائما ما نرى للتسامح ما نرى للسلام يعني الحمد لله المغرب مقبل على هدى التظاهرات من كأس العالم وكأس إفريقيا وهي فرصة التلقى الشعوب يعني والتعارف على التقاطة الشعوب وحن فرصة كذلك باش نعرف بالتقاطة دينا بالهولية دينا وتاريخ نفس التعايش والتسامح أما منك فيما قلتي مناسبة كبيرة باش نظهرون برهنو في العالم على أن الشعب متسامح ولكن وشكت وفقنا الرأي وممكن هذا هو آخر سؤال في الحلقة أنه خصنا مجهودات على المستوى الشعبي كينا تيرت الآن فيها عداء مجاني المجموعة من الأمور وفيها ضرب المكتسبات اللي عند المغرب وحصل عليها عبر قرون كيفاش ممكن نشروا ثقافة التسامح على مستوية كلها كيف ما بغى تكون أختيارات ولا تكون أهواء من صنف آخر ما كتناسبش مع هذا الثقافة دي التسامح أشنو ممكن تقول فالبابا سعبيده كما قلت لك أختي صوفيا هي مسؤولية مسؤولية الجميع نعم أختي تحمل مسؤولية انطلاقا من البيت إلى المؤسسة أختي تحمل مسؤولية كم تيارات إدنوجية وسياسية تخدم أجندات مقصوفة ومعروفة والمغاربة الحمد لله بالبداء تخطينا عادة تاريخية عدد من يعني من العادة لكن العادة الإرهابية الحمد لله اللي كتشوف الآن يعني اليقظة مسؤولية الأمنين على مسؤول لدنا الحمد لله لدنا ما دفمان كذلك المسؤولية مؤسرة كم تسمى الإعلام وهذه شبكة التوصول الشماعي الآن لخف حتى التوضي المؤترين كذلك لأن تتقاب المؤترين يغريدون خارج السر يروجون الأفكار وكلام لا يمسوا بواقعنا وطاريخنا بإصلا بالتالفة هي مسؤولية مشتركة مسؤولية الجامعة الناس كما تقول أخططوا فيها المجهود ومشكورة 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 من أجل التواصل مع أكبر شريحة من المغاربة ومن المواطنين المغاربة باش نشرحو أهم يد التسامة تسامح ومحصور شيء فقط في الدين وهذا المتنجون تسامح وشي حاجة منطبط يعني في التاريخ نفتنشئتنا كبشر كإنسانية اللي خصنا نسلحو بها ونشبحو بهذا القيام اللي وردناها عند أجدادنا كما قد تكفل صلاح صادقة أخر نشتليها نحن الأجداد ولا أكبر أكبر تتسمح منها هذا ما أريد أن نشر لي كانوا أكبر تسمح منها كيف الناس لم يكن مستوى تعليم كبير ومستوى تعيون صير وكانوا ببساطة في كل شيء حتى الظروف المعيشة كانت صعبة وكانوا متسامحين مع اليهود مع المصارى وكان المسيحي يذهب إلى كريسة اليهود يذهب إلى معبد اليهود والمسلم يذهب إلى منترخنا كمغاربة يعني هذا ليس يجد كمغاربة دائرة غانية وخاوية تركب أجددنا لازم نحافظ عليها ونطورها ونكونوا دائما صدقين ونكون المملكة المغربية دائما منارة عالمية لتسمح تحت القيادة السيد الله وعلى المؤسسة الإمارة المؤمنين هي ضامنة ضامنة بحكم العمل التي تكون بها في كل جلال الملك والديبلوماسية المغربية حاضرة بالأجل بها النزاعات ونصر تقع السلام والتسامح لكل هذه الشعوب لكل الشعوب شكرا محمد عبيد رئيس المركز المغربي التسامح وحوار الأديان مؤمنين بالفعل ومؤمنين بحقيقة أن المغرب تصنع ومن أركان حضارة المغرب أنه كان متسامح وليزاد غينة ثقافة المغربية وهذا التسامح وبالتالي هذا معطا ما خلقنا نفرط فيه وخلقنا نفهمه العم قديال ونفهمه أفضل على الأمة المغربية وخصنا نشتغل على أنه يبقى في أبهى الصور بعيدا على كل التيارات الممكن تعصف بهذا المكتسب الإنساني والمادي شكرا سي محمد عبيدو ولقاءنا دائما ستجدد معك لأنك تشتغل على موضوع كبير وهو التسامح وحوار الأديان فكل مرة نتوصل معك من أجل تتبيت هذا الثقافة وتتبيت هذا الصرح ونحن في خدمتكم في أي وقت سنجدون مرحبا مرحبا شكرا للكرم قبول الدعوة سعبيدو وشكرا لكل مستمع الكرام وفي برنامج المغرب هذا نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله